أنات الخرطوم الفضائية ومجموعة آل حاكم تقدم لكم برنامج ليالي السودان ليالي السودان أحلو أجمل في رمضان ليالي السودان فيها نغني للألطان برنامج ليالي السودان بمشاركة الفنانة إنصافة حي الفنانة رانيا محجوب الفنانة مولى مجدي والفنانة شذا عبدالله ليالي السودان أحلو أجمل في رمضان ليالي السودان فيها نغني للألطان رمضان كريم عليكم متابعي الأعزاء كل سنة وإنتوا طيبين وربنا يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله ودائما تامين ولامين وبينشاهد في جولتنا السياحية حول ربوع الوطن الحبيب في ليالي السودان الأحلى والأرواع والأجمل في رمضان كل التحاية والتقدير وأهلا ومرحباكم في جولة سياحية جديدة نطوف فيها كل ولايات ومدن السودان الحبيب أهلا ومرحباكم يالي السودان أحلو أجمل فيها نغني للألطان اشتركوا في القناة المناظر الطبيعية الخلابة في السودان من أجمل الأشياء المحببة للنفس التي تعطي إحساساً رائعاً بالهدوء والسكينة والطمأنينة لقد حرص فريق عمل برنامج ليالي السودان على مدار عام كامل لتوثيق المعالم السياحية والتراثية بصورة التي تعكس الوجه المشرق للسودان الحبيب وبالتأكيد أن العمل في مجال الترويج السياحي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود على مستوى القطاعين العام والخاص لاستقطاب الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ليالي السودان كل يوم بقدموا أربع أعمال وعمل كورالي في ختام الحلقة تحية وتقدير لهم اتهدوا وتعبوا بروفات وحفظوا عشان يقدموا لينا خلال الشهر الكريم 150 عمل تحية لهم وتقدير لهم تحية خاصة جدا للفرقة النسائية المصاحبة بقيادة سارة شحاتة أهلا ومرحبا بكم وكل الحب والتقدير والاحترام تحية خاصة جدا للفرقة النسائية المصاحبة بقيادة سارة شحاتة تحية خاصة جدا للفرقة النسائية تحية خاصة جدا للفرقة النسائية تحية خاصة جدا للفرقة النسائية تحية خاصة بخاصة تحية خاصة إليها بالإمداءrianة اشتركوا في القناة اهلا ومرحب بمتابعي ليالي الشودان رمضان كريم عليكم يا رب واهلا ومرحب بك تشذا عبدالله رمضان كريم وتصومي وتفطري على ألف خير موسيقى 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 آها إلي لا إليا بس كتكي نائفة تاريخ بس كتكي نائفة تاريخ بس كتكي نائفة تاريخ نائفة تاريخ بس كتكي نائفة تاريخ بس كتكي نائفة تاريخ بس كتكي نائفة تاريخ بس كتكي نائفة تاريخ موسيقى موسيقى بس كتكي نائفة تاريخ 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 تاريخ موسيقى 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 الخرطوم متابعية الأعزاء عاصمة الوطن الحبيب الشودان مما لا شك في أنه فيها كسافة سكانية عالية جدا الكسافة السكانية هي إيجابية بالتأكيد لأنه بالتالي نشاط اقتصادي عالي جدا في كافة المجالات الزراعية والصناعية والمنتوجات اليدوية بالتالي سهولة السايح لأنه يتحصل على كل المنتوجات السودانية الأصيلة وكمان الكثافة السودانية خلقت نوع من التنوع كافة الأطياف والأعراق والأجناس وأكيد كمان كل الثقافة السودانية اللهجات والتنوع في الأزياء والمنتوجات اللي يقوموا بيها أكيد بالتالي كل سايح سوداني كان عايش براء أو سايح عجنبي جاء ولاية الخرطوم من دون ما يزور باقي الولايات بيكون يتعرف على كل الثقافة السودانية ودي طبعا حيكون محفز له عشان إنه يمشي يشوف الأصل كل ثقافة بيشوفه في الخرطوم هيسعى لأنه يصل الولاية المعينة ويتعرف على طريقة تهيهم للتعام وطريقة لبسهم وطريقة رقيصهم وطريقة احتفاهم واحتفالهم في المواسم الزراعية وكمان يتعرف عليه إنسان المنطقة عن قرب الكثافة السكانية في الخرطوم جعلت من أكبر الولايات في سودان المنتجة اقتصاديا وعجلت النشاط الاقتصادي سريع جدا من حركة الصادر والوارد والصناعات الخفيفة والثقيلة والصناعات اليدوية والحركة اليومية في الأسواق أنعشت الاقتصاد بصورة عامة في كل المجالات الخاصة والعامة وبالتالي أنعشت السياحة في السودان بصورة عامة وفي ولاية الخرطوم بصورة خاصة تحية لكل ولايات السودان وتحية خاصة جدا لساكني ولاية الخرطوم وأهلا مرحبا بكم وانتوا بتابعونا يوميا في ليالي سودان الأحلى والأجمل في رمضان ترجمة نانسي قنقر توجد بالقرب من منطقة المقرن البواخر النيلية والزوارق والقوارب الشرعية لتنظيم الرحلات للوفود السياحية لتفعيل النشاط السياحي بين ضفتي النيل لإعادة اكتشاف سحر النيل وجمال المياه وروعة الإبحار عبر المراكب الصغيرة حيث يفضل بعض السياح القيام بجولات على مجرى النيل وآخرون يريدون الوقوف على ملتقى النيلين ليستمتعوا بمشاهدة العاصمة المثلثة الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنطقة العالم لنالك هيته المنظر والكسر من الوقت المنظر بشكل مدرح يمتلك في مجموعة للوصف التعارض في السلطة النالة محل تقدم هذه الناس الأسفل لكثبت المرة من دياقeline ترجمة الوضع لا يمكن أن تكون فضل التعارض في مجموعة تجاريع البلقات أيضا الوقت المنظر أشياء في المنطقة من وضع المنظر أخرى في المساعدة على الجديد من الآخرين مقابلة المنزل تجد أن يجب أن يشاهدون كارتوم أمدرمن وكارتوم الأنف كل التحاية لأصدقاء ومتابعي ليالي السودان تحية خاصة جداً للأربع مطربات المشاركات في ترديد الألحان والأغنيات السودانية كل تحية والتقدير لكل مبدعة سودانية أصيلة في كافة المجالات الحرفية والمهنية وأكيد كمان الفنانات اللي بيقوموا بنظم الشعر وترديده في أجمل وأرواح الألحان المطربة المميزة الرانية محجوب أهلاً ومرحباك وكل تحية والتقدير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الجزر السودانية وأكثرها دفءاً وأصالع حيث يشكل سكانها نسيجاً اجتماعياً متشابكاً يأخذ طابع الأسرة الواحدة يوجد بالقرب من جزيرة توتي البواخر النيلية والزوارق والقوارب الشراعية والعبارات لنقل الركاب من العاصمة المثلثة إلى جزيرة توتي والعكس أو لتنظيم رحلات للأفود السياحية خصوصاً بعد إنشاء كبر توتي الذي ربط بين جزيرة توتي والقرطوم ليتجه ملاك المراكب والزوارق لتفعيل النشاط السياحي عبر تأجيرها للوفود السياحية بين ضفتي النيل بعد أن استهوتهم فكرة تنمية مواردهم الاقتصادية بالإضافة إلى يعادة اكتشاف سحر النيل وجمال المياه وروعة الابحار عبر المراكب الصغيرة حيث يفضل بعض السياح القيام بجولات على مجر النيل بينما يفضل البعض الآخر أن يشاهد جزيرة توتي من الناحية الشمالية وآخرون يريدون الوقوف على ملتقى النيلين ليستمتعوا بمشاهدة العاصمة المثلثة الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في اشتركوا في القناة أول بدر اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة ال كما تتبعون بشكل صحيح كما كما كانوا واحدة اهلا ومرحبا بكل البنشاهد وبتابعوا ليالي السودان يوميا بحرص اكيد كل التحايا والتقدير لكل المبدعات الموسيقيات والمؤديات صاحبات اروع الاسوار تحيا والتقدير للمطربة المميزة بتترنم وتتردد بالاغنيات بمود عالي جدا عشان احساسي بجمال الكلمات اكيد انصاف فتحي كل التحايا والتقدير واهلا ومرحبا بك يا صوته لما سرعه عبر الاسير معطره يا صوته لما سرعه عبر الاسير موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 براتا براتا اشتركوا في القناة 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 مغرد اشتركوا في القناة ماذا يقول اشتركوا في القناة 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 الملات لكيه في المكان الأراضي irrigى للخير من ماروة وهي الهدف للمبساط المكوشعية الأعبادم otros أنك في المتابعة، في مباشرة سمجحة أراضي لمكتال عددن سودان منذ ممساطين، مجرسة لسرحة المقات لكم المترجمات رأيس من شبانًا سودانية وفترون اشتركوا في القناة كل اللي بتابعونا وبشاهدونا في ليالينا الرمضانية اليومية وأهلا ومرحب بالصوت الدافي صوت الحساس مونة ميدي كل التحاية والتقدير لك أهلا ومرحب بك اشتركوا في القناة 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 وفي القناة اشتركوا في 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 القناة والكرنيش واستقلاله بطريقة إيجابية وبطريقة سليمة عشان كل القادمين لمدينة الخرطوم من داخل وخارج السودان يقدروا يستمتعوا بطلط النيل وطلط النهرين الأبيض والأزرق أكيد كل التحية والتقدير لكم ودعوة مباشرة لزيارة كل مدن السودان لكن الانطلاق هو البداية من عاصمة الوطن الجميل الحبيب الخرطوم أهلاً ومرحباً بكم للأرض تعتبر ولاية الخرطوم إحدى المراكز السياحية المهمة في السودان وذلك لوجود عدد من المقومات السياحية والمتمثلة في وجود المنتجعات والفنادق والمتنزهات المطلة على نهر النيل بالإضافة إلى المتاحف التي أصبحت مركزاً للجذب العديد من السياح داخل وخارج السودان ومن مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية ومن أهم ما يميز هذه الأماكن السياحية بأنها تتوزع على مدن العاصمة المثلثة أمدرمان والخرطوم بحري والخرطوم حيث نجد أن معظمها يتميز بخصائص عدة تتنوع وتختلف في مكوناتها تجعل من التجوال فيها متعة للعين وراحة للنفس وطمأنينة للفؤاد وذلك لطبيعتها الساحرة الخلابة المطل على شاطئ نهر النيل ترجمة نانسي قنقر مرجوة الدكتور مستشع المنوع من مجأة خطوم هناك أيضا مدرس unbox المنزولة من المستويل التي تبنيت المنتجين من قدرس المنزولة وطووريهم مختلفاء المنزولة المنزولة في حياته الأراب تعتمد المنزولة والساسيون و أعضب المنزولة أهمية مبسلولة هذه المنزولة من المنزولة هي إنها تتحرك في ألوان المنزولةٰ الخلطة . اشتركوا في القناة 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 تحياتي موسيقى لياليالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة